الحكومة الانتقالية في السودان ورثت اقتصادا مهتزا مثقلا بالديون نتابع من خلال هذا التقرير بأن هذه القطاعات الانتاجية والمصرفية الخدمية والبنية التحتية كل هذا بسبب العقوبات الأمريكية كان غير مفيد وكان متعب نتيجة هذه العقوبات لمدة عقدين اليوم وبعد رفع اسم السودان والعقوبات تبحث الحدث أهم الفوائد التي ستعود على هذا البلد عدى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عشرات الفوائد التي ستعود على السودان جراء رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهي فوائد يتفق معه فيها كثير من السودانيين من أهمها سياسيا يرى حمدوك أن إنهاء العزلة السياسية سيكون أولى ثمار قرار واشنطن رفع عقوباتها عن السودان كذلك رفع العقوبات وهو بمثابة نجاح دبلوماسي للحكومة الانتقالية والتي يرأسها عبدالله حمدوك شخصيا إضافة إلى الخلاص من تركة النظام البائد بعد أن ظلت السودان محاصرة من كل دول العالم والعقوبات مسيطرة على الوضع الداخلي أما في الشقة الاقتصادي فإن رفع العقوبات سيمكن من فرصة إدارة الاقتصاد بشكل أفضل مما كان عليه كذلك فتح الباب أمام إعفاء الخرطوم من الديون الخارجية تتجاوز هذه الديون قيمتها نحو 60 مليار دولار ورفع العقوبات بحسب حمدوك سيمكن السودان أيضا من العودة بقوة إلى النظام المصرفي والمالي العالمي والذي هو بحاجة إليه تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد عقود من عزوف شركات الدولية عن الاستثمار ما سيدفع بعجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للكثير من السودانيين بناء المؤسسات الوطنية الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية السودانية والسكك الحديدية والتي انهارت بنيتها بسبب حظر استيراد قطع الغيار بسبب العقوبات تمكن المواطنين بدول المهجر من تحويل مساهماتهم للبلد بطريقة سليمة كل هذه الفوائد عددت بعد رفع اسم السودان وذلك خلال المؤسسات الرسمية الاصلاح أولا لكن لا يبدو أن تحقيق كل تلك الفوائد ليس بالأمر السهل على السودان حيث يرى خبراء مشاهدين أن رفع العقوبات لن يكون بمثابة الحل السحري لسودان ولا للحكومة الانتقالية المرحبة بشدة رغم الفوائد التي سيأتي بها فانهمار القروض والمساعدات لا يمثل بحسب هؤلاء حلا لمشكلات الاقتصاد المتراكمة بل هو إثقال للخزينة بمزيد من الديون ترجمة نانسي قنقر